ان الخطاب الافتائي انتو عارفين ايم على ايه هقول لكم الخطاب الافتائي ايم على ايه وهقول لحضراتكم الخطاب الفقهي ايم على ايه الخطاب الافتائي ايم على توريث الفكر القديم واستنساخه يعني توريث الفكر القديم يعني واحد دارس فقه قديم واغتنع برأي وعاوز يورث الرأي ده للأجيال اللاحقة هو أنت وظفتك تورث الآراء ولا أنت وظفتك تعلم الآراء السابقة وانت عاوز ليه تستنسخ من الناس عقلية بعقليتك انت إذن الخطاب الإفتائي اللي هو بالرأي الواحد بالفتوى الوحدة يقولك ده فتوة الشرع ده فتوة الدين صاحبها قايم على إيه؟ فكره قايم على إيه؟ فكره قايم على أن أورث الرأي اللي أنا مقتنع بيه وأستنسخ عقول بنفس عقلي بإيه؟ أدوات التسويق إيه أدوات التسويق؟ أنت عارفين لكل رأي عشان يبقى ينتشر لازم تسويق ما فيش رأي بينتشر من غير تسويق ما اللي بيكلمه كتير بس بعضهم كلامه هو اللي بينتشر بينتشر ليه؟ ورا منه كتائب ورا منه فكر تسويقي تسويقي يعني زي المنتج الزراعي والمنتج الصناعي مهما كان المنتج ده جميل والناس محتاجاه وما فيش تسويق ولا بيان له ولا ترويج له المنتج بيموت واللي اخترعه ما بيكسبش وبيخسر نفس الأمر في المنتج الفكري الفكر اللي ما فيش ورا منه من يحميه وينشره هو بيموت ايه اللي بيخلي الفكر ينشر ان يكون فيه تسويق فهم ايمين بالتسويق التسويق بايه؟ التسويق الوظيفي عملنا وظيفة من لا وظيفة والله ما كان في عهد سيدنا النبي تلك الوظائف الدينية التي ترونها ده هو كان نبي صلى الله سلم ورسول ومبلغ عن ربه والبقين كلهم أصحابي صاحب حتى الصغير في السن حتى المرأة صحابية الكل صاحب أيوة شفتوا قد إيه السيادة ده اللي كان ما وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الشيء الوحيد اللي بيراهن عليه كرمت الإنسان يا إنسان حفظ على كرمتك الإنسان اللي بيحفظ على كرمته ما بيفهمش إلا اللي هو فهمه ما بيقولش إلا اللي هو جوه قلبه ما بينفقش ده الإنسان الكريم ده الإنسان الشريف سيدنا النبي راهن على هذا الشرف وهذه الكرامة الإنسانية لكن الترويج للرأي الفقهي بالوظيفة الدينية او بالمظهر اللبس والشكل والهيئة او بالخطابة واللسان ودفع الاموال لمن يتكلم في هذا الشيء ده بيقدي الى حياة طائفية او حياة مذهبية ما بيخليش المجتمع مدني ولا شعبي المال بيخلي المجتمع ايه بيخلي المجتمع طائفي او مذهبي تفاجأ الجماعة دول اشعري الجماعة دول ماتوردي الجماعة دول معتزرة الجماعة دول حنفية وكذا الجماعة دول شيعة الجماعة دول سنة ايه ده ايه التفرقة دي ليه علشان فيه تسويق لفكر ووصف هذا الفكر بانه الدين صح ومع ده باطل وتجنيد لا لابد ان يكون كل انسان سيد وامة ان ابراهيم كان اامة ثم اوحينا لك ان تتبع ملت ابراهيم حنيفة لازم تتبع ملت ابراهيم اللي قائم على ان ابراهيم كان اامة هو لازم انسان يشير مشروط نفسه بين انسانه على نفسه بصيرة الفكرة الرابعة ان الخطاب الفقهي اذا كان الخطاب الافتائي اايم على توريف الرأي القديم ومحاولة التسويق واستنساخ عقول مثل هذه الفتوى اللي صاحبها بيقولها لكن الخطاب الفقهي قائم على استدامة التجديد الفكري الخطاب الفقهي قائم على ايه قائم على استدامة التجديد الفكري لازم ابين النقطة دي وهناخد فاصل الخطاب الفقهي قائم على ايه قائم على استدامة التجديد الفكري لازم الفكر يتجدد ده الفقه كم عليك وده أبو حنيفة لما أسس مدرسته أسسها عشان تبقى إلى قيام الساعة جيل بعد جيل يجيب جديد ومالك كذلك والشفع كذلك وأحمد كذلك وكل المدارس والجامعات المصرية كذلك أيما على كده حتى جامعة لازهر أيما على كده كل جيل جديد يعمل مجلسي ودكتوراه ويأتي بالجديد واستقلال الرشيد بفقه لازم الإنسان الرشيد اللي ربنا أمر لديله فلوسه حتى إذا بلغوا النكاحة فإن آنستم منهم رجلا فدفعوا إليهم أموالهم كذلك يجب يكون مستقل بأمر فقه ومسؤوليته لازم وكل إنسان ألزمناه طائرة وفي عنقه ليه عشان تكون الحياة شعبية وتكون الحياة مدنية هذا جمال الخطاب الفقهي اللي قايم على استدامة التجديد الفكري واستقلال الرشيد بفقه ومسؤوليته أمام الله عز وجل وأمام نفسه وأمام المجتمع عشان الحياة تكون إيه؟ شعبية وتكون مدنية ترجمة نانسي قنقر